خلصت قمة مجموعة العشرين اللي في روما العشرين دولة كبار اللي أرسلكوا عليهم مبارح أول مبارح اتكلموا على مجموعة ملفات كان من ضمن الملفات كورونا والتعامل معاها والجريمة الإلكترونية والحروب السيبرانية مكافحة الفساد والحوكمة والهجرة غير الشرعية والمناخ كان على جدوى الأعمال قمة العشرين ليه؟ لأن الدول العشرين الكبرى بتساهم بـ 80% من اقتصاد العالم بتملك 80% من صراط العالم الدول الكبارة العشرين بس وكمان بيساهموا في تلويس المناخ وتلويس البيئة بما يصل إلى نفس النسبة تقريباً أو أقل قليلاً من 75% لـ 80% من الانبعاثات الكربونية في العالم بتساهم فيها الدول العشرين يعني الدول العشرين دول هم اللي بيستفيدوا من الاقتصاد العالمي بنسبة 80% وهم اللي بيلوسوا الكرة الأرضية بنسبة 75% والاقتصاد العالم لكي لا تلويس المناخ نسبة وتناسب وعلاقة ترضية أكبر دولة في العالم ملوسة للبيئة أكبر دولة بتساهم بمصنعها 25% من الانبعاثات الكربونية في العالم 25% ربع الانبعاثات الكربونية في العالم بتشارك فيها أو بتتسبب فيها دولة واحدة هي الصين بنسبة كم في المية 25% حوالي كم إبراهيم؟ حوالي 13 يمكن مليار طن 13 و 17 يمكن مليار طن أو أكتر الله احسبها لي يا بروني وسمعها يعني ربع الانبعاثات الكربونية في العالم بتحدثها الصين بعدها على طول الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا بعد الصين على طول بحوالي 13% يمكن وبعد أمريكا الاتحاد الأوروبي حوالي 8% بعدهم الهند حوالي 7% وبعدهم اليابان والمكسيك وجنوب أفريقيا وغيرا ده الصين لا 28 25 دي جات 18 28% من الانبعاثات الكربونية في العالم أمريكا 15% والهند 6% وروسيا 5% واليابان 4% ألمانيا 2% وإيران مش دي إيران برضو 2% كندا 2% وسوس كوريا 2% دول الصناعية الكبرى والسعودية 2% منتجة البترول والنفط برازيل 1% المكسيك 1% سوس أفريقا 1% ويونيتد المملكة المتحدة 1% أعتقد أكبر أندونيسيا 1% أستريليا 1% إيطاليا 1% تركيا 1% فرنسا 1% بولند 1% بقيت دول العالم 21% دي المساهمة دول العالم في التلوز اللي حاصل قد بالك الصين واخد كل الحد عشان أكبر دولة صناعية أو بيسموها مصنع العالم بعدها أمريكا بعدها الهند والهند عالي دلوقتي وبعدها روسيا وغيره الدول دول هم هم العشرين الكبار هم العشرين الكبار اللي بيسهموا بـ 80% أو بيسيطروا على 80% من اقتصادات العالم هم الدول اللي عندهم تلوز بيصل لـ 75% من الإنبعاثات الكربونية اللي في العالم اجتمعهم بارح وتكلموا على المناخ ما عملوش حاجة قالوا احنا خايفين وقلقانين ومش مبسوطين وحياتنا مش هتينفح كده والكرة الأرضية مرضى بالخطر طب هنعمل ايه قالك احنا طالعين على ونعد ان شاء الله هناك نصل الى حال